اييفام كوثر الباردي كارنا العزيزة على اييفام احلى راديو يا صباح الفل يا صباح القسم يا صباح الخيرات انشاء الله نهاركم زين انشاء الله نهاركم ديقلا وحليبو اخبار مزينة انشاء الله نهاركم اسعد ليم وين ما كنتوا تسمعوا فينا تسمعوا في احلى راديو الراديو اييفام نتمنينكم كل يوم القسم والرزق والصحة يا ربي من كل قلبي صباح النور صفين بهليل في الاخراج ايمن وسليم في ديجيتال إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم أسعد ليم وما يمساهل في الأعداد نقولها صباح النور وصباح الخيرات تول عشرة وخمستاش ندقيقة أحنا معكم حتى نص النهار بالدارنا العزيزة بش نقعدوا في الدار تقسي سخون الدويرة كليماتي زي نشوفوا ما ينقصنا ما يزيدنا شن طيبو نشوفوا طبيبنا شي قول لنا نشوفوا أفريتنا الكل وبعد نتوكلوا على ربي ونخرجوا في القارن في غير غير القايلة نخرجوا نص النهار نخرجوا للشارع يلا بعد البيب أنا راجعين مرحبا بيكم مرحبا بيكم على أحلى راديو راديو إيافهم إحنا معكم مبدارنا العزيزة حتى النص النهار وطوى العشرة وتسعتاش ندقيقة صباح النور ما يمسهل صباح الخيرات صباح الأنوار صباح الرزق صباح الفلوس صباح تشيح الريق يا أسامة السعف صباح النور صباح الورد صباح الريق نروا صباح 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 مني صباح صباح في اسبانيا وشا يقول في ماكشمومي في حلق الويد نستعد الليجان بيان يعيشوها كاكاوتر يعملوا عرفت ويكانت تولوجي تاييرا خاشتات هزكم وتجيبكم هريتوش ستوري نتوما هريتوش تصوير ليه ذي كاستخاتيجي جديدة عاملين هالناس المؤثرة باش ما يخضوهمش بالعين صحيت بعد ما يكملوا الوياج يهبتوا ستوريات آه بلا نجوز تحضر الفلوس وانتوما عندكم مترال لنور ما نخليهش والله يصدقني كل ساعة ستوري تحضر الفلوس تهز وياج وكذيه شكوه تحضر الفلوس نعمل كل شي بيانصير ما نحرمش روح ليه لفلوس مش تززي معناتها اللي حكيها بيه اه تززي ما تززيش هكاكا هي تحضر باركة وحنا تنشوفه ويتقبل بالكش تنزل فيها البركة حتى النتيج تصبر ناجم تنازل البركة نتيج تصبر على كل صحة هادي وين ما كنت حتى كن في الضل حتى في الدار نتبع في الكوب دوروف نتفرش المات شويت متكي شي قاعد في الدار اي بيانصير اي بقى المصاريف اي اي نعرف قاعد يستحفظ للصيف قاعد لك عام الفوياج اي ان شاء الله كروازيير يلا شعرنا في ريتش عنا كروازيير احنا اليوم في ريتش لحقيقة كي تجي تشوف البولدين بيش نبدأوا من جارتنا المغرب بيش نحكيه على انغام اللي تصدرت التراند ليه متلي فاتت بسبب موقف محرش تعرضت له في المغرب عليه شنو اللي سار بيش نعرفوا بعد شوية باش نعلو تنجيزها لمصر بيش نحكيه على سومايا الخشيب عليش موجودة في الماركب الثانية في جوجل تراندس عليش معنا في مصر عشرة ليف نعب تفركسوا عليها شعاملت سومايا الخشيب احنا نعفل هي كل مرة طلعتنا كل مرة طلعي شنية موقف هالمرة هذية اللي استغربوه لعبيد باش نكتشفوهم بعد شوية ومش نمشي والفرنسا شنية تحب انت الكودة جورة؟ اه 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 ايو مش نيلها وعرضنا فيها ومسرح يهبل وجمه وجالية تونسية اللي في نيس تهبل وعن اصحابنا من الجالية التونسية وجمهورتها المسرح ليجي فيها شي غريب ماريشا الوقت اللي عرضنا اكثر من تونس اكثر من تونس عدينا زده رمز اشقينا الفتر في نيس صح معنا نعرفها بالقديد صح ما يتعجبني من البلايس اللي يعجبوني برشا 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 معناها كاوثر كيت تحب تسئل على بلاسا في نيس تقول لكاوكا الكوان المرنبون ذيكا دور عاليسار مغير ما تشحب وعنا برشا بيتابعو فينا في نيس محبنا عمل تحية صغيرة لأي من مجدوب صديقي من نيس اللي يتابع فينا تقريبا يوميا في اي اي افام مصباح للعشيات برامج الكل بصراحة برشا صحب خاصة زهير صحبنا زاد في نيس زوجته ايمين ابني او بحسين برشا بش نسمي خاطر عنا برشا صحب برشا 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 بير ما الجالية تونسية معنكش فكرة اللي في نيس ولا في البرر كله مرصفة عامة كي يبدأ فما عمل تونس يجي كينك معنيها شنو يجبت لهم لانو متوحشين برشا يتفرجوا في حاجة مثلنا ومسرح تونس حفلة تونسية حاجة تونسية يتلموا الكل هي مناسبة بشي تلقاو زي ده. انا عندي ما كوزين مرة عم دي بلاسمان تسكن في ميلون. من ميلون مشيت حاتكشي النيس على عرض هالي وقت عم تبسم الحامرة بلحاجة هاك. اي اي. بشي تحذر وهو ما يفرحو كيت لم وتوينسا في بعض. اي اي. ماذا الحاجة اللي تفرحو برشا. وفي الشارع تقول علينا في تونس. اي. ما هو تبهد خاطر انتي في مسافرة. اي. اخي تلقى كوفر اشتعمل هنا يا اهلا بيك. طولي تقولي خيرا وين. طولي نصولك كيفيش. في الحال فاوين هالس روحك. طلقا روحك سيخ توف البلايس اللي فيها معنتها برشاة وينسا. والمغاربة وتزيرية زيدة عندك تزيرية خاطر نفس الشاي في في البلدين كيسي. في اتار العروضة متع المسرحية الماريشال. اه جيت كاوثر في عرض في سوسا جو بانس الفين الفين وواحد. اي اقتش الماريشال الفين وخامسة. اه الفين وخمسة دجا. اي. اي. الفين وخمسة. انا اول مسرحية حضرت لها في حيات. قدش عندها معني. اه الفين وخمسة. عندها تسعتاش نسنة. اي. تسعتاش قريب عشرين سنة يا. اي. عشرين سنة لديلي. جيت كاوثر في عرض الماريشال. وفي تار والواحد. انا 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 ما يوصل اخر اوت كن ما نبدأ لوني اي اي بحاجة اخرى. اي 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 ازرقني لها دخول امي. اي بالبحر. اي وعملنا تصويرة. عمل تصوير انا وكاثر بعض العرض. وانا وقتها في لجنة التنظيم بتاع المهرجين الصيفي. اي اي. اي اخي قدي عمرك. انا قديش عمرك. وقتها. وقتها صغير. اي نقرأ في الليسي. اي نقرأ في الليسي. اما ينشط ويعاون. اي ننشط اي. في دار ثقافة. نعيش في دار ثقافة ونروح نطلع على دارنا. انا وقتها تلمو. نسكن في دار ثقافة. وتصويرة كفيش خرجت? ملأ اعدمتها تصوير? ايه خليها سوفينير. سوفينير. بيه انا قلت لك ما قلوني مايتراش. عدش بيه. اضعف من بورت ميه. اي عدش بيه. ومصورينا انا ويك في الليل. ايه. ملأ عندك ما عندكش فكرة تصويرها شو ملنجل تكون? ايه. 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 لين سا فاعد ايه. ايه. انت بريجل انا لي بنيش بريجل لخطرة الوضعية بصراحة كنت تصويرها خبيتها بريود وبعض وبعض حسين ان شاء الله ترجع جولتها كخطر محليها كتب داتون صحافنا والعروض بختول مهرجانات بختول بالحق محليها 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 اذيك هي البلدنا اذيك الروح بلدنا هي فيها الفرحة وفيها المحبة وفيها الياسمين ريحة الياسمين العشية الدور والناس خارجة والعبيدة تحب تمشي تتفرج تبدى نفرش كملت قيرولتك بريش دلية تعمل دوشك تبدى ريحة وحاوزة هي وتخرج للنسمة بالحق اذيك اجاوم تاعمة ايه كملت ريتش يج واتحب بلاد اخرى اشي هي بلاد اخرى نبرد لك على قلبك نعم يستنش وستع فيه يلا فينا كروازيير المغرب مصر فرنسا وسيت اليوناني التعرف اللي هي متى ذوما الكلكي نقعد وفيش نتفرج مهدي المولي هي. اه تغرمت بي. اي. محليه تحية ليه كبيرة كبيرة فليبينة اخي مرة. شو قتلي عدو تاو عد المشيه الخرنية هذي اللي مشيها المده غشقر. ومسافروا معاه. خطر الفيديو متاعو يجيسر ممتازين يوريك البلايس ويوريك الحاجات الغريبة اللي فيها الحاجات البيهية. نسافر معاه ونشوف البلدين من الفيديو متاعو. يعجبوني اللي تغمون ديس تول عبادة اللي يسافر ويعملوا اللي فيلوغ متاع اللي محليها. نتبحها من قبل عنا بارش. ويعطيك اللي من بلان اللي تجم كان مشيت كيفاش تعمل كل شيء به برشا. يعطيه الصحة تحية ليه. انا من المتب متتبعين متاع مهدي. محليه محليه. مهدوش. المهدين. المهدين. مهدين. يلا اسويس ايافين. في اسويس ايافين ان شاء الله نقعدوا في الموجات الايجابية بش نحاول انه من هنا لنهاية الموسم نقعد في الموجات الايجابية ومبعد عليكم كل ما هو سلبي ونحكيه في اطار الفرحة متاع الباكالوريا. اه. خلينا نحكيه على محمد السنوسي من حلق الويد اللي يجتاز الباكالوريا في سن سبعة وستين. اه. بعد انقطاع ديم سنوات. سنوات طويلة انقطاع عن الدراسة واختار انه يعود يعدي الباك ونجح. برافو علي. في سن سبعة وستين عام. برافو علي. وان شاء الله بعد يكونوا معنا. ان شاء الله. في تواصل هيت فيه ونحكيه معاه. على هالتاجر بايذية. وبينصور نجدوا. وبينصور اه فرحتنا بكل النجحين في الباكالوريا وان شاء الله اللي يتأجلوا لدولة دورة المراقبة. حظ موافق وما هيش نهية العالم. شاء الله. ربي نجاحهم الكل. ان شاء الله. ممتاز جدا. اللي حبي يوصل الحاجة راه ويوصل مهما من كان السن. المهم العزيمة موجودة. بعد شوية جينا شوقي الفورتية اخصائي في الاعشاب الطبية بشي حكي لنا على الحنظل. اما كلمتي نحب نقولها اليوم الاختلاف الاختلاف بناتنا اراه ما يولي شي قضية ويولي عداوة ويولي كره او معناها من تفكوش لي بالعكس كيكون فهم اختلاف في الرأي في اي مجال انا عندي راي وانتي عندك راي انا عندي موقف وانتي عندك موقف نختلفه تماما في كل شي معناتها ولكن نرانا نقعد ديما اصدقاء وديما احباء ونفوها بعدنا الموضوع اللي احنا مختلفين فيه او المشروع اللي احنا كل واحد ورايه فيه خطر تصير في الخدمة تصير في العائلة تصير بين اصدقاء معناها اختلاف الراي اه بين الكوب اللي عايشين مع بعضهم مختلفين في الراي مختلفين ولكن نحبوا بعضنا ونقدروا بعضنا ونعيشوا مع بعضنا الاختلاف راه ومهوش هو معناها اه عداوة لأ بالعكس ينجم يكون اه يثري يثري الموضوع انا عندي راي وانتي عندك راي والزوز اصحاح ما بقا انا الرا هكا وانتي ترا هكا ومهم جدا انه نكونوا مختلفين يلا بعد الموزيك ان شاء الله يجينا شوقي الفورتي اخصائي الاعشاب الطبية يحكي لنا على فوائد الحنظل مرحبا 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 بكم في دارنا العزيزة حتى لنص نهار توال عشرة وثلاثة وثلاثين دقيقة وعلى الاجواء هذية والموزيكة الحية واللي فيها فرحة وفيها جو كبير تنجم وتبعثو الناروا عالباج متاعنا باج في سبوك راديو ايا فامتنا جمو تبعثو شنو تحبو تسمعو خلينا نعتيوكم مقنية تحبوها ولانتو ما تقترحوا علينا ايش باش نعديو لكم في الاجواء المفرحة هذية تو دو سويت متحيرش شوقي الفورتي صباح النور وصباح الورد مرحبا صباح خير اختي كوثر صباح خير جميع المستمعين نحب نهني الشعب التولسي بالنتاج الخلقة العادة في الباكالوريا يبين المستوى التعليمي في تولس ممتاز جدا وللباكالوريا بتاع تولس لا مثيل لها في العالم اجمع الحمد لله الحمد لله شوقي اليوم بيش تحكي لنا على نبتة الحنظل وفوائدها لكن قبل ما نمشيوا للنبتة هذية اللي هي قدامك تتوري هنا وتقريبا يعرفوها اغلب الناس مع انتا يعرفوا الحنظل قدامك اه معنى اعشاب اخرى كيما جوز الطيب قطي ساعب شنوريكم الفرق بينهم جوز الطيب وجوز الشرق انا بدي نقلها هذي كانواد مسكاد مع انتا جوز الطيب من عرش اللي اخو فيها والينسون والبسبيس وشنو الاخر الشمر الشمر هو البسبيس اي خاطر ثم اختلافات ثم الناس طبع في المراجع التبية هذيك والمراجع التبية تلقى فيها اسامية تختلف طيو نحن في تونس نعيت والبسبيس تلقى المراجع التبية تلقى فيها الشمر هو البسبيس متاعنا والينسون الينسون هو نوع كما النجمة داي في الشرق عنا نحن هو حبة حلاوة حبة حلاوة وعنا زوز الطيب وزوز الشرق سمعت بعض الاراة دي ما يختلفوا فيها يقولي زوز الطيب زوز الشرق لا يخوي هذي زوز الطيب زوز الشرق اللي لون ها هكا فاتحا شوية ايوة وهذي زوز الطيب الفرق ما بيناتهم هي الكشرة ايه تقولي زوز الشرق فهمتك معناه بقشرتها ايه صحي بقشرت ايه فهمتني اما الكشرة هذيك فيها السر كبيرة يسر فيها خصائص تبية ممتازة جدا القشرة البرانية ايه هذي يرى السلك الديبلوماسي اللي في تونس يعملوا في كلفحات البهارات المتاعهم راس الحانوت طرقها تتكوم من زوز الطيب زوز الشرق فلفل ابيض كبابة هندية قاع قولة اللي هو حب الهيل سكنجبير فلفل ابيض فلفل دارة يعملوها نكة معاك الزعفران يعطي نكة اللي ممتازة للطبخ كيمة احنا راس الحانوت اللي عنا ايه هذي حبيت نوضح الامور شان نلخصها باختصار الشمر اللي هو هو البسميس عنا في تونس اليلسون هو حبة تحليوة كيمة الكمون وكيمة الكروية واليلسون اللي زوز الطيب هي زوزة هكاية زوز الطيب بالقشرة وزوز الشرق بلاش قشرة هذي الوضوح للمستمعين سيستفيدوا من خلال هذه الحسنة بايه هيدا التسمية باش ما تبقع الشرق خاطص ما مراجعة ديما مدام كوثري طبو فك المراجعة التبية يجي يقول لي حيرة ما بين زوز الطيب وزوز الشرق ووضحت لك الامور اجتهادت قد اقرب للواقع بايه ونحنا قاعدين اجتهادوا بما قدر مستطع يلا طوى نبتة الحنظل اللي الكلنا نعرفوها هي ياخد ديمك النبتة ايه وصمه مثال تونس يا حلو ياسر يقول لك الحنظة ما تولي تفاحة ايه وحاشاكم وحاشا المستمعين الخاي ما تفيد فيهم لاحة والله ما تفيد فيهم لاحة ايه هذي يا سيدي كعبة الحنظة ايه ذي كعبة الحنظة ليه هي نبتة معناها كيب نبتة تعتبر صحراوية معنا تم بتخليل في يدك هي معروفة لما حالها ايه ايه كما كما هو فما خيار في الجنوب هكا يشبه له ايه مكعبر هكا في الكبر هذيك ايه 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 كما القرع على البوتوزينة صغير مكعبرة ايه ايه ممتازة جدا هي نبتة معناها نستعملوها فيها فوية تبية على سبيل الذكر اللي سيحصر بها لك المصمارك الشوكة اللي تطلع في السقير ايه ريحتها قوية هي ايه ريحتها قوية مطعمها مر ايه يقول لك ديما يقول لك عنها المثال تونسي ممر الحنضر ايه بيه والريحة الريحة مقبولة مقبولة ايه وفيها حرارة شوية ايه حرارة كل مصاصة هي تجبل كل قرنفل ايه وها تجبل ايه على ذكر بالله في الحمام روك الدخل كعبة حنضر كان يدخلت معناها ممنوع ده خد تشرب السخانة هذي تشرب السخانة في الحمام ايه تبرد حمام كعبة حنضر كما هيك تبرد الحمام بلا والله عادات وتقاليد وجدودنا كانوا يحكيوا عليها مهلونا قبل ايه ايه فهمتني عادة شنعتي الخاصية التبية متاحها بيها العرق العرق لسان بيها لك انساك اللي عندهم الركيب توجع وجيع في الركيب وجيع في اظهرهم طي نعتي بعض الوصفات ايه بيها الحل الشوكة ايه وبيها المصمار وبا حتى التستير متاع اي بدن اي حاجة في البدن تستع ايه فهمتني ايه شنعتي بعض الوصفات وان شاء الله نفيد المستمعين الناس اللي عندهم مصمار وانا عندهم شوكة في ساقهم ايه ياخذ كعبة حنضر يشطرها لاثنين فهمتني ولا ويحط وين عنده العين الحوتة ولا وين عنده الشوكة يحط عليها ساقه ويقعد عليها يقعد كيكة يقعد ما يعادمة بين اربع ساعة نصيف ساعة ويحطها بعد سكر في فمه المرارة من القدم للساق تصلك حتى الفمك تنقص لك الوجيعة متاع العين الحوتة والمصمار مجربة لحكاية يا را هي الناس اللي عندها اكل مشاكل في الركيب طلقة يبدأ عندهم مثلها شاشة العظام والوجاعة في الركيب ولا روماتيزم ياخذ كعبة حنضر يقصها تروف تروف وياخذ شوية سلمة بتاع جمل الكربة بتاع الجمل فهمتني ما يعادل مئة جرام وشوية سمن يخلطوا مع بعضهم يكمل بيهم ركيبه فهمتني ولا اركيبه ولا وين عنده اي وجاع اركيبه ولا ظهره ايه الوجاعة تنقص ايه خلطها مع العودة الخلطة ناخذ كعبة حنضر اما كيما هي خضر اها كيكا يعني ايه نقصوها تروف تروف وتخلطها وتخلطها مع السلمة بتاع الجمل بعد ما تذوبها وشوية سمن دوما تسقنوا شوية فوق النقل ايه وتكمل بيهم ونا عندك الوجاعة ضربة ضربة قدرة ربي لكن وجاعة متاع ركيبه وتاع الظهر ايه ياسر عباد شوكا من العرق الاساء عرق الاساء في وجاعة كبيرة ياسر ناجم ناخذو كعبة حنضر فهمتني وناخذو ثلاثة كعبة تسرو وشوية زيت زيتونة نقصوها كعبة الحنضر بالقدام بلقدام حا كعبة تسرو نهرسوهم ونسخنو شوية زيت سونة نكمدو بيهم عندها عرق الاساء ممتازة ياسر نقص وجاعة عرق الاساء فهمتوا ولا ممتازة ياسر بيه طوي شنجيو هي اغلبها ميه ايه كيما الماء هي ماء الكعبة تروحها خضرها ملداخل معلتك تعملها يخرج برشة ماء منها ايه وافهمتني الماء هذكا ممتاز زيت نقص وجاعة عرق الاساء بيه. بيه. ثلاثون شنجيو نسمع القلوب اللي يض ذقع للحنضر ناخذو الحنضر الشيح طوي. من داخلك البطيخة ايموها كل جاعة. ناخذة فاما كعت القلوب moetenع الحنضر لازوكم فهمتلي ولو هرسوهم بالنسبة للشقيقة ولو عنده سينيزيت وعند وجاعة فهمتلي ولا يا ناجم ياخذ القلوب متاع الحنضر وشوية قلوب متاع خروع يهرسهم بالقدام بالقدام ويشمهم بشمان بقدرة ربي تنقص لوجيعة بتاع الشقيقة و hostinesit و baskets with Amhap wsp MICH�AN فما طريقة اخرى. تمشكون يغليه في الماء ويستنجق الفابير متعه وتفرده بالجداد بالجداد. تنحيله كالصوداء وتنحيله كالوجاعة وكل شيء. اي واحد يتشكل من اي وجاعة في بدنه ينجم يرقد الحنظر في الزيت زيتونة تحت شعة الشمس ياخذ كعبتين وثلاثة كعبات. يرقده في اربع عيث الزيت زيتونة ما بين سبع يام اربعة عشرين يوم وواحد وعشرين يوم. بعد يستحصل هلك زيت الحنظر لديك. يمسد بي سيوان عندو هالشاشة العظام سيوان عندو لوماتيزة وعندو بد تخفف له شوية فهمتوا ولا. ديما القواعد العامة الرياضة راحة البال التغذية السليمة رغم هدوم مكملة غذائية. وستشارة الطبيب كيب دعموا عمر هذا ذيك الكلناس. كينوسوا المواد الطبيب نوسوا في حالة احسن وممتازة جدا. ديما راو عنا معناها عنا ثمارات وعنا حاجات في بلادنا معناها معتبر نحب نعطيوها الاعتبار ونحب نعطيوها كيمتها وش نستغلوها خاطر ارضنا فيلاحية. وكيما قالوا جدودنا تونس الخضراء ديما توقع تونس خضراء. ان شاء الله. كيمة العشابة وكيمة الدوليات وكيمة الغيدة متاحة. بي الحنظر نشوف قديمك في كعيبة غامقة برشة. هاي. والاخرة. وصفرة والاخرة. اي موم الاشعة الشمس. اي منا نفسها. مش انواع. فهمتنين. اوكي. عملها تشيح عملها تصفار شوية. فهمتنين. هذا ما عنا بالنسبة للحنظر. والشيح الحنظر يعملوه شيح. اي شيح. فهمتنين. معنا من العشاب اللي تتشيح ولا يلزم تتفرشكة. اي شيح تولي تشيح تولي تاخذ القلوب متاحة. فهمتنين ولا. بين قوسين اللي تنحنظل راهو ما يتاكلش. راهي نبدة ما تاكلش. تسلح كلنا مرض الجلدية تلهم بها بالبرة وكل شي. شكي نعطيه فايدة نعطيه في المكان المناسب ووقت المناسب. ونفيده جميع المستمعين من خلال اذاعتنا. فهمتلي ولا. يعطيك الصحة. وانا ديما نحب نحب نفيد المستمعين. اي استشارة هوقوا عندهم الصفحة الرسمية بتاع اياه فهم. ولا يتصلوا بي على تريفوني. اثنين وعشرين ستة مية وحداشة مية وسبعة. ولا واحد وسبعين ثلاثة مية وربعة وشرين سبعة مية وستة وثمينين. سبعة مية وستة وثمينين. ورب يدوم علينا هالنعمة. ان شاء الله يعطيك الصحة يا شوخي. شكرا لك. وان شاء الله نهارك زين. عايش. ونهارك اسعد لايام. ماليش بش نتقابلوا احنا هذي اخر اسبوع في الموسم من تاعنا. دونك نقول لك ان شاء الله موفق وان شاء الله. اه اكيد تكمل بعد في برامج اخرين لازم خطر نصيحة متاعك. اه مي اينا نقول لك ان شاء الله نتلقاو في الخيارة. ايه على اقل هكا موجود معنا في قلب لك. ديما موجود انتي باحدانا. ديما موجودنا ويجا نقول لك اراه ويجا نقول لك نحنا عائلة كاملة. اكيد. وراه ان نكملوا بعضنا وان شاء الله ربي وفقنا. وده عنا ثيقة في المستمعين يحبونا بدرجة برئيسك. يا عايشك. يا عايشك صحية شوقي ان شاء الله نهارك زين وان شاء الله نهارك اسعد ليم. بعد شوية جينا ميم ساهلة في ريتشن. نخليكم مع الموزيكا وهنا راجعين. انتم تسمو في كارنا العزيزة. كوثر الباردي على ايافين. احلى غاديو. الا عشرة وستة واربعين دقيقة على احلى راديو. راديو ايافين مزلنا معكم حتى النص النهار بدرنا العزيزة. صباح النور مرة اخرى ميم ساهلة. صباح الخيرات. صباح الخيرات. صباح الخير للناس اللي التحقت بنا تاوى على غاديو ايافين احلى رجوع. قبل من نبدو دورتنا والكوازياء اللي حكينا عليها قبيلة. نحب نقول تهانينا الاكرم كريم وزوجته بمناسبة ولادة التوأم. محمد اسكندر ومحمد يوسف. الف الف مبروح. وبوهم يقول لهم متى نسيوش الف ريقي في عينينا. منتوى خليك بروح. ان شاء الله ربي يفضلهم. ان شاء الله. يا ربي. مهمة صعبة. مهمة عنها ربي معهم والله. ان شاء الله يكبروا في خيرهم ونعيمهم. خلي يبدأ مسؤول. مش يبدأ مسؤولة على الفريقية. يالله نمشي وتو دو سويت الريتش. يلا. يالله. يالله. الناس رشحت انه اللي صار هذية. السبب بمطاعه هو حملة المقاطعة في المغرب. دورة 19 للمهرجين موازين ايقاعات العالم في المغرب. جي وسط دعويت للمقاطعة تضامنا مع سكين قطاع غزة. وليزان تغنويت فعلوا هاشتاغ لا ترقص على جراح اخوينك. موقف هاي الخذيوة. واذا كان هي غادرة الحفلة. كيتفهم عليش معناها السبب بالعكس. نرم المو ما تتقلقش. لا هي ما روحتش متغشش. ما بيك فيرغة الدنيا. ما فما حتى حد بخاتش. ما حتى صفر ولا ما كنلتش. ليش كون بيش تغني معنا. لكن هيدا في حفلة انغامك هوا. هيدا صار في حفلة انغام صارت ديدة حفلة. انتا كارول سميحا كان فيها حضور ضعيف. مقارنة بالدورات اللي فاتت من المهرجين هذي. خاتر مهرجين موازين من اعرق المهرجينيات. كانت شوف الاستقبالات كيفش يعملوا فيها. والفيديوات كيتشوفهم. استقبل الازارتيست كبير وشي كبير. انا نتفاكر ايا في مقبل كانت حاضرة مع امي مالعياري. وامينا بوغنجا. وكانوا حاضرين في مهرجين موازين. وعملوا تحت وقتها بها بالقديل المهرجين هذي. وكان حضور استثنائي معناتها. ناس من كل البلدين تمشي. وصني دولي مش مجينا زيدا. ما عنديش فكرة حقيقة. اي دولي فما تذكر. مع انتكين مجينا ومتوى يدولي فما تذكر. زيدا ذيكا عنده اما مقاطعة في بلاستها الحقيقة انت عربي. اكيد. اي اكيد. بربو عليهم. بش نتعديو المصر. بش نحكيو على سومية الخشيب اللي جيت في المرتبة الثاني على جوجل ترانت. اكثر من عشرة الاف شخص عملوا بحث باسمها بين البرح واليوم الصباح والسباب. كي العادة هو تدويناتها على منصة ايكس. نحكيو على دخوها استاتوت لثة تدوينات. جيت مع بدء امتحانات الثانوية العامة في مصر. التدوينة لولا قالت فيها يا حبيبي الجو حر. ملخصات ايه اسقطه وخلاص. التدوينة ثانية بعد دقائق. يا اه قالت فيه التعليم مش بيحدد لا نصير ولا نيلا. بتعرف تجيب فلوس حتعرف تتجوز وتسافر ما بتعرفش يبقى الشهادة هتقرطصها وتحط فيها طعمي. لا. التفاهة كيفاش كل عناوين اللي حطوا فيها التفاهة لها عنوان. اي للتفاهة عنوان. للتفاهة عنوان. هيا في موخة لليقراية مش مش تواصل حتى شي. ليه مش صحيح. حملة بتاع نقد كبيرة برشة بسبابلستاتوتوها. بالعكس انتي كي تكون شعب متعلم حتى في المهن الصغيرة اللي تقول انتي ما تطلبش كي ما قالت هيا تجيب فلوس ودرا شنو. يا سيدي انتي كي تكون بلومبيه ومتثقف تبدأ فيهم خدمتك وفيهم تعاملك مع لعبين. وكي تخرج تعرف تتصرف وتعرف تعيش وتعرف تختار وعندك ذوق تكون نجار كيف كيف تكون حليبي. تكون الفقافة راهي مهمة انك تكون واعي. ما قلناش ياخد دكتوراه وفين درا شنو وليه. ثقافة ووعي هدوما حاجات مهمين بيش تعيش مع شعب يفهم. الشعب عنده معنيها عنده رأي في كل شي يفهم ما له وما عليه. ويعرفي حل ويعرفي حل المهم برشا كيفيش المهمة فلوس عنده الفلوس والمخ ما ثميش كينو ما عنده حد شي. وحدها ما تعمل شي الفلوس يلزمها انسان عنده عقل وعنده تفكير وعنده وعي بالشي اللي يعمل فيه. بيش تكون الفلوس عندها قيمة لما ديش يصدر من واحدة كيفها هي لما حالة هي يذولي اراء كل مرة تخرج حاجة اللي تولي تنظر لها عرفت نظرة اخرى. انتي مرة باركة وافقتها وقتها كوثر كي حكيت على نتفكر على فاس الانجيب كي قالت اللي راهوا الوالدين مش الكل لازم هم يجيبوا صغار. يعني لازم الوالدين يتربيوا قبل ما يجيبوا صغار بشي يربيوهم في هذي وقتا نفكر كلنا وافقناهم في برنيج دارنا العزيزة. لكن التعليق هذي الحقيقة التدوينات اللي هبطتها. هذي هي كارثية ونورمال موت تعقب عليها عليش على خطفها ما جيل كامل يتفرج فيها صغير. نجم ما هو يتأثر بيه الكلمة ذي. كيفاش نحضره في صغار بش ما يحبوش يقرر. ذي كاريها بجي عندها الحق طنش اللي تحب علي ما انتها بخيتوها ما جيتش. ما منعرش ما هوش كالي تدوينا اللي هي تحرض على العنف ليه تحرض على على حاجة كل عنف هو عنف هذي. انك تجي تقول لصغير انك لقرايا راي ما هيش هي للي مش تنجحك يتسمى عنف بالنسبة ليا. خطر كي بعد ام وابوه بديو قرورتي هي لي ذيكي قال واذيكي قالتي انا ضد انا ضد الفنانين اللي يتعدوا في برامج. باش يقول كنت نهرب هي طو عادية واحتمل معناتها هذيكا هو ذيكا لي صار. دونك هو ما كذبش قال صدق. احيانا صدق في حاجتكي ما هكي تظهر لي مش في بلاستها. كيتعدى في برنيمج يقول كنت نهرب من المدرسة. ونضحكوا عليها نولي وراو فيها عادية. انا بالنسبة ليا انا نقول مايش حاجة ضرورية بش نحكيها. على خاطر هذيكا لي مغروم بيه ويتفرج حتى هو الفنين هذيكا عرب. او كان يجح فهمت ماذا بيا كان يقول العكس كان يقول تيحنا هكيكا ومخلطنيش. بش نشجعوهم معناتها. نعرف اللي ذيكا لحقيقة ولا هذيكا. اما في التلفزة وفي الهكا على غزو السيول اللي هما طوا ولا ومتيحين مش يتفرجوا في الانتريديو متاعو. بالنسبة ليا انا هي قاعدة تقولولهم اراو افك عليكم ما تقراوش. اراو الفلوس جيبوا الفلوس. الفلوس تجيب طرق الكل معناها. حتى طرق غير مشروعة. طرق خايبة. طرق معناتها كي عنده الفلوس. طرق خايبة هو عنده تعب وشقة. وتمرميد ولا يتمتع لا بالفلوس ولا ببحيته. لا هو يتمتع لا العبيد عيلته تتمتع زيدا. هذا هو اللي نحكي معناتك نقول عنف. العنف مش كان تحريض على العنف يعني. بالطرق اللي نعرفوها والعنف اللفذي والعنف اللي ندرشنو. حتى هذا يتسمى عنف. صحيح. هذا هو. حتى هي الحقيقة الحملة اللي تعرضت لها حتى حد منهم ساندها توا في مصر برشة تعاليق سلبية. في حقها على خاطر ما هوش معقول كلمها. كانت ناجم حتى كان هذية رايها تحتفظ بها روحها. انا معاك. معناه انو القرية حاجة مقادسة. احنا تربينا. سمحون. تربينا في دارنا انو القرية حاجة مقادسة. وانو لازمك تقرأ على روحك. واذيك هو تولد جابوك باش تقرأ. لا يقرأ فما نيفو معين. لازم يوصلوا. ومبعد يختار مثال. لشانتنا دي كل يوم نقولوا. تبعوا صغاركم في الحاجة اللي يحبوها. رو مش ضروري يمشي الفاك ويمشي درشنو. رو بلكش عندو اهتمامة اخرى. هذة الكل انا معاك. امو شو معنى هذة نقولوا ما تقرأش. وظل ما يبدأ زابلو. ليه. معنى ان هاليخر حتى بشي عمر فاتورة مينجمش يعمرها. باش يتفهم مع فورنيسور مينجمش. باش يعمل درشنين مينجم. اي مو تكنيك في الحياة العادية. انو يتعرض له ينجم يفهمه. يلزم يكون عند روحه وفعنة هوا وهذا هوا المطلوب. صحيح انا معاك كوثة الحقيقة. باش نتعادلو الفرنسا كوثة تتفكر قبل حكينا على كيندي جيغاك. كنا حكينا عليه الاخبار بتاع اصابته بطلق ناري في افريل ليفيت. وكيفاش برشة شكوك حاول حيثيات الحادثة هذية. جديد انه التحقيق اللي يتحل في الغرض وفيه. والنتيجة اللي تواصلو لها انو الفنين هذي يضرب روحه وحده بالطلق ناري هذية. اي حاسب بي افم تيفي نقلا على مسئول قالوا اللو. لانكيت غياليزي اا برمي دهكس كلور دمانيه فورميل. لانتما فاما حتى حاد متوارد في اصابة كيندي جيغاك بالكارتوشة هذية. من جيهة الفنين اعترف اللي هو وقت الحادثة في الليلة بين 21 و 22 افريل. كان افرت فيه شرب الكحول واستهلك المخدرات تحديدا الكوكاين. بركل. حلقة ما تقول كافر. صلي يعني. ما دمو عمل هكا. مش في وعيه. اي هو بشي واريك معنتها كاريير فلوس. موسي نرجع ومعنتها برشة فلوس. وفي الاخر مشي وفي حاجات مائلها معنا وذرته كان ينجم يموت كان ينجم يقعد اا اه بغاليزي ما ينجم مش يتحرك كان ينجم الله وعلم شنا يسير كان نجم يضر عبد اخر معاه. حتى ما هوش في وعيه. نعمة العقل نعمة ما وذيكا هي يقول لك نعمة العقل هذي هي. مش حكاية عنده برشة فلوس وكا هو هو فارغ وما عنده حتى العبد اللي يخمم هكا ويعمل هكا ما عندي ما نقول فيه. لحقيقة كان ربي يجبر له. وش ندخلني فيه. لي هو برسمي في فرنسا سي 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 لانفو دي جور معنتها العيون في الجورنو الكل. والعبيد قاعدة تبع برشة في الخبار هذي ونحن الارقام يا ناس يلي تبعو فينا يلي بيش تلومونا علاش التيتر هذا علاش الاخبار هذي. يراه الارقام في ربريك هذي هي اللي تحكم فينا والارقام هي اللي هزتنا للاخبار هذي اليوم. هذا هو يعطيك الصحة هذي ريتش اليوم. نحب نقول لكم زي ده اه بالنسبة لنجاح البكالوريا باقي مازلنا نهنيه في اه تليم ذا اللي نجحوا في البكالوريا. نحب نهني نهني مكرم المنسب ولده غيث اللي نجحها كيف كيف اه في الباك الف الف مبروك ان شاء الله ان شاء الله تفرح بيه وتفرح بغيث يكون اه يكمل قرائته كيما تحب انتي وينجح في حياته ويكون كيما انتي تحب الف الف مبروك غيث مينسي. يا حياة قلبي مبروك مبروك يلا ساعتنا ثانية من درنا العزيزة كي العادة بيش دينا جي جي تعطينا دبرا المزينا شنو بيش تقترح علينا جي جي دي ما حاجة سهلة بيه يا ابنينا ما تتكلفش برشا وكيف كيف يسرى مناعي في من تونس نجاح اخر جديد تحكي لنا عليه واسو واسقية فاما وسامة سعفي بشي عديلنا شكون نجح في الباك في عمر السبعة وستين سنة طو بعد يكون نظيفنا ويحكي لنا على الفرحة متاع ويحكي لنا كيفاش عاش التجربة هذية يلا ساعتنا ثانية في درنا العزيزة بعد شوية